اهلا بكم ومرحبا في مدخل الى مبادئ علم الفيزياء 101 فيز الوحدة العاشرة والاخيرة طبعا المقرر يحتوي على الكثير لكن احنا للوقت احنا نكتفي بهذا الجزء من المحاضرات وحنتناول اليوم الوحدة العاشرة المجال الكهربي والجهد الكهربي طبعا بالنسبة للشحنات الكهربية بيوجد نوعين من الشحنات الكهربائية شحنات موجبة وشحنات سالبة ومعروف طبقا للقانون بتاع كولوم وتجازب الشحنات المختلفة في النوع وتتنافض في الشحنات المتشابهة في النوع هناك اربعة قوة في الطبيعة قوة الاولى قوة التجازب بين الكتل العملاقة زي الارض والشمس والكواكب ودي قوة نيوتن هذه القوة لقوة نيوتن عبارة عن مثلا ف تساوي الجيل والسابة العامة الجاذبية فحاصل ضرب الكتلتين على مربع المسافة بينه القوة التانية قوة بين الشحنات لما تكون سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عشان يعمل قوة بين حاجات طب قوة بين القوة الكبيرة طب لما تكون حاجة صغيرة لا ينكر رئاتها بالعين مجردة لأن الزرة عشر أو سسالب عشر من المتر والنواها عشر أو سالب خمستاشر من المتر لكن لما تكون شحنات بتظهر قوة أخرى قوة جديدة اسمها قوة كولوم حاصل ضرب الشحنتين على مربع المسافة بينهم قوة كولوم والشحنات لما تكون مختلفة تتجازب ولما تكون متشابهة تتنافر في النوع لما تكون مختلفة يبقى قوة تجازب مثلا موجب فموجب أو سالب فسالب يبقى دايما القوة موجب يبقى تجازب قوة سالبة يبقى تنافر لأنها يبقى سالب فموجب لما تكون موجب يبقى تنافر لما تكون موجب تنافر سالب يبقى تجازب يبقى قوة تجازب قوة سالبة قوة إيه سالبة قانون كولوم القوة طبعا الثالثة هي قوة بين الأقطاب المغناطسية القوة الشمالي والقوة الجنوبي القوة الرابعة هي القوة الموجودة اللي بتربط مكونات النواب بيسموها قوة الدمج النوي أو قوة الارتباط النوي طبعا تتناسب قوة تجازب بين جسمين مشحونين بشحنتين مختلفتين او تنافض بين جسمين مشحونين بشحنتين من نفس النوع تناسبا ضرديا مع حاصل ضرب الشحنتين اهو Q1 Q2 وعكسيا مع مربع المسافة بينهما اهو ادي ده عبارة عن نص من نص قانون قوم قانون قولوم طبعا سابق التناسب هو سابق قولوم اللي هو الك اهو قوة المؤسرة من الشحنة الاولى على الشحنة الثانية ادي المسافة بينهم ادي شحنتين Q1 و Q2 المسافة بينه R1 يعني قوة المؤسرة من الشحنة الاولى على الشحنة يبقى R1 2 ولو كانت كده يبقى R2 1 القوة المؤسرة من الشحنة التانية على الاولى هنا ده اسمه سابق التناسب هو K وده تقريبا 9 في 10 9 1 4 باي ابسلون نوت وابسلون نوت ده السماحية الكهربية الفراغ 1 4 ابسلون نوت بسوك 9 في 10 9 نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع لان وحدة الشحنة الكهربية الشحنة الكهربية تقاس بالكولوم رمزها C في النظام العالمي للوحدات فانت عندك هنا C في C يبقى C تربيع على م متر تربيع وده نوتن يبقى نوتن متر تربيع على C تربيع نوتن متر تربيع على C تربيع ده عبارة عن الكه اللي هو السابت العام سابت كولوم طبعا هذه الكمية بسابت كولوم يرمز لها الرمز كيف الوحدة طبعا الار بالمتر القيوب بالكولوم اللي هو تي ده متر تا سي كولوم ده نيوتن تمام وده R1 R1 2 متجه الوحدة دايما نحن خدنا في الفصل الأول ده متجه في الفصل الثاني الوحدات الرمز لما يكون كده يعني زاوية والرمز عليه زاوية بمتجه الوحدة وده يشير على ان القوة مؤسرة من الشحنة الأولى من واحد لاثنين يعني شحنة الأولى الى الشحنة الثانية هذا F1 2 بساوي واحدة باباي ابسلون ده عبارة عن طب ايه اللي بيحدث لو زالت احدى الشحنتين يزداد مقدار القوة شيء طبيعي واذا تغيرت الاشارة ينعكس تجاه القوة واذا زادت المسافة بتقل لاني علاقة عكسية يقل مقدار القوة بدرجة كبيرة جدا لاني التناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة فاذا زادت المسافة يحصد نقص كبير في القوة طب لو كان اكثر من شحنة هناك اكثر من شحنة مثلا اذا كان عنW 2 وهي عبارة عن المجموعة الاتجاه لكل القوة الواقعة على هذه الشحنة مبدأ تراكب القوة قدق قدق شحنة و Heaven شحنة وكلا هما بيأسر على شحنة القوة المؤسرة القوة كلية تساوي كان. اف وان. طبعا دي. القوة بين كيو وان وكيو اف وان. والقوة بين كيو تو والف تو. عبارة بين كيو تو والكيو اف تو. يبقى المحاصلة عبارة عن اف وان زاد ايه? زاد اف تو. يطبق قانون كلهم على الشحنة النقطية فقط. ويطبق على شحنات الساكنة. لان طبعا هناك فيه شحنات ساكنة ليستاتيك. ده عن كارنت. لان يمشي عنها الكهرباء الساكنة. وفيه شحنات المتحركة ليه الكهرباء التيارية. الشحنة بمجرد انها تتحرك تعمل تيار. وبالتالي تيار لما بيعرب به عبارة عن سيل من اين? من الشحنات المتحركة. لازم يبقى التعريف كامل كده. سيل يعني عدد من الشحنات المتحركة. لكن شحنة ساكنة لا ما تعملش تيار. يبقى كهرباء ساكنة. وقانون كلهم في حالة الكهرباء الساكنة. والقوة الكهرباء الساكنة مثل اي قوة اخرى لها خاصية اساس تراكب القوة. يعني الاف بساوي اف وان على ان ان جي زاد اف تو على ان جي وهكذا. شكرا لكم. ونلتقي المرة القادمة ان شاء الله.